يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق تطبيق نبي الإسلام استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحى بسيرته العطرة استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب رسائل اختبر معلوماتك البطاقات الدعوية الأرجوزة الميئية صوتيات منوعة مرئيات متعددة انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج تطبيق نبي الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر جعل الله تعالى بلطفه ورحمته الأشهر القمرية تيسيرا للناس وإعانة لهم على معرفة مواقيت معاملاتهم وعباداتهم من الصيان والزكاة وأوقات الحج ونحوه والميقات من التوقيت وهو أن يجعل للشيء مكان أو وقت يختص به فكما أن للحج مواقيت مكانية يحرم منها من مر عليها فكذلك له مواقيت زمانية لا يحرم بالحج إلا فيها قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة وهذا يدل على تعظيم شأن الحج حيث إن الله تعالى قد جعل للحج أشهرا مع أنه لا يستغرق إلا أياما معدودات والحج قبل أشهره لا ينعقد على الصحيح وذلك لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أي في أشهر الحج المعلومات فلم يرتب الله تعالى أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج ومن عقد النية بالحج في هذه الأشهر وجب عليه إتمامه وإن كان تطوعا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار وهو ما يمنع من إتمام النسك بعد الإحرام من عدو أو مرض أو نحوه التعليم في صغر كالنقش على الحجر إنه كلام صحيح ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم ولا ييأس كبير السن من التعلم فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن ثمانين سنة فانظر إلى هذه الهمة العالية وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط سأل مسن أيحسن بمثل أن يتعلم فقيل له لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين رحلة الحج تذكير وموعظة يتذكر الحاج بسفره الرحيل إلى الدار الآخرة وبفراق أهله يتذكر خروجه من الدنيا ومفارقة المحبوبات وبتزوده من المتاع يتذكر زاد التقوى وبتعب السفر يتذكر كربات الموت وما في القبر والحشر والقيامة من الأهوال من شعائر الله العظيمة والسنن المؤكدة التكبير في العيدين وعشر ذي الحجة قال تعالى وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فيستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام والجهر به في المساجد والبيوت والطرقات والجهر للرجال دون النساء والتكبير نوعا مطلق ومقيد أما المطلق فهو الذي يسن كل وقت من دخول شهر ذي الحجة حتى غروب شمس آخر أيام التشريق وفي عيد الفطر من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد وأما المقيد فهو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة قال تعالى وَاذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعَدُودَاتٍ قال عكرمة يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات فإذا سلم من الفريضة واستغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام بدأ بالتكبير والتكبير المقيد يختص بعيد الأضحى دون عيد الفطر ويبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة وللحاج من ظهر يوم النحر وينتهي للجميع عقب صلاة عصر آخر أيام التشريق وللتكبير صياغ منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد في السفر فوائد عديدة وآثار حميدة وقديما قال الشافعي رحمه الله تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائري تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح أن يستخير ويستشير التوبة وقضاء الدين والتحلل ممن أساء إليهم أن لا ينسى نفقة أهله أن يختار الرفقة الصالحة في السفر أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له وأن يبكر في الخروج لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هو علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل كما يستحب له السراء وهو سير المسافر آخر الليل لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا والدعاء قرينا له وسميرا فهو مظنة الإجابة وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وإن نزل منزلا دعا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر كقصر الصلاة الرباعية ركعتين وكذا الجمع إذا كان سائرا فإن كان نازلا في مكان فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا ويجوز له الجمع ويستحب له أن لا يطيل في السفر وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجة فإن عاد من سفره ودان من بلدته قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة علي وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح فالصلاة هي أعظم العبادات فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه ومن العبادات إيتاء الزكاة فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها ومنها صوم رمضان فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب ومنها حج البيت فيتعلم أركان كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزلفة ورمي الجمار ويتعلم المواقع الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذه العشر نحن الآن في ليلة الثاني من ذي الحجة أعمال عظيمة وسباق كبير وقد قال الله وسارعوا وقال سابقوا وقال عليه الصلاة والسلام بادروا إذن نحن بين مسارعة ومسابقة ومبادرة وقال الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فهذه رابعة المنافسة مسارعة في الخيرات مسابقة إلى الطاعات والتنافس فيها والمبادرة إليها ألفاظ نبوية ألفاظ ربانية ونبوية سارعوا سابقوا بادروا وفليتنافس المتنافسون والعبادات في هذه العشر أعظمها طبعا حج بيت الله الحرام الذي ينحو الله به الذنوب ويكفر السيئات ويتجلى فيه الخضوع والذل والافتقار إلى الله الحاج يخرج من لذات الدنيا مهاجرا إلى ربه تاركا ماله وأهله متجردا من ثيابه لابسا إحراما وحاسرا عن رأسه متواضعا لله رب العالمين مقامات عظيمة لكن الذين لم يكتب لهم الحج ولم يذهبوا هل لهم أجر في نيتهم سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا نعم كل من أراد الحج فلم يتمكن وكل من تمنى ذلك ولكن ليس عنده الإمكان للوصول وحتى كل من تمنى واشتاق ولو كان يستطيع لكن عنده مصالح أخرى أمور أخرى فإن لهم نصيب من الأجر يا إخواني الذي مثلا حج و لا يستطيع أن يحج هذه السنة لأنه حج السنة التي قبلها أو التي قبلها وستمضي عليه خمس سنين حتى يستطيع الحج مرة أخرى هذا الشخص إذا كان صادقا في شوق إلى البيت العتيق أليس له أجر هذا الإنسان الذي يتمنى المجيء لكن ما عنده استطاعة سواء كان من مال أو صحة أو نحو ذلك كمرأة تريد لكن لا محرم مثلا أليس لهم أجر على نيتهم الطيبة بلى والله وهذا مما نعده في هذه العشر الاشتياق للبيت العتيق ولو ما ذهبنا وأيضا فإن هؤلاء حجاج بيت الله الحرام لهم من الدعاء بالسلامة والعافية أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله فرض الله حج بيته على المستطيع من عباده رجالا ونساء قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمر غير أن المرأة تختلف عن الرجل في بعض الأحكام فلا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم وإذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج وتلبس في إحرامها ما شاءت من الثياب من غير تبرج إلا النقاب والقفازين وتستر وجهها عن الرجال بأن تسدل خمارها على وجهها ولها أن تحرم وهي حائض لكن لا تطوف حتى تطهر فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها وصارت قارنة وأتت بأعمال الحج غير الطواف وتخفض صوتها بالتلبية بأن تسمع نفسها ومن بجوارها من النساء أو المحارم ولا يشرع لها الرمل وهو إسراع الخطى في الطواف ولا الهرولة في السعي وتتجنب مزاحمة الرجال في المناسك ويجوز لها ولمحارمها ورفقتها الدفع من مزدلفة آخر الليل ليرم الجمرة قبل الزحام ولا يشرع لها في التحلل إلا التقصير بأن تأخذ من شعرها مقدار أنملة ويسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت رخصة وتخفيفا وتيسيرا من الله عز وجل قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الحمد لله من صفات الله تعالى المعية وأنه عز وجل فوق عرشه ولكنه معنا معنا بعلمه ومع المؤمنين بنصره يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم فأخبر سبحانه وتعالى أنه على العرش في أول الآية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم إذن هو بذاته فوق عرشه فوق سماواته سبحانه ولكنه معنا أينما كنا بعلمه وهذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا معية الله عامة وهي معية العلم والإحاطة لجميع الناس وجميع المخلوقات المؤمن والكافر والبر والفاجر وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وهناك معية خاصة معيته لخواص خلقه للمؤمنين بالنصرة واللطف والتأييد كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فمعية التأييد والتوفيق والتسديد هذه لخواص خلقه كما قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في الغار لا تحزن إن الله معنا وكذلك قال سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين فهذه فضيلة عظيمة ومزية شريفة لهؤلاء فأما المعية العامة فإن فيها تحذير من اطلاعه وقدرته وبطشه وانتقامه والمعية الخاصة فيها تثبيت للمؤمنين وحسن الظن به تعالى وحفظه وصيانته لأوليائه فالله تعالى مع خلقه عموما بعلمه سميع محيط بهم وبصره نافذ فيهم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فالله تعالى معنا مطلع علينا يعلم سرنا وجهرنا خبير رقيب حسيب حفيظ شهيد يعلم خائلة الأعين وما تخفي الصدور لا تخفي عليه خافية الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية يعلم السر وأخفى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون لا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه قال سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار فعنده عز وجل سواء من هو مختف في قعر بيته في ظلمة الليل ومن هو ظاهر سارب ماش في بيض النهار كله في علم الله سواء وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان بل يستوي في علمه الدان مع القاص وذو الإسرار والإعلان وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لدى الأعيان الواحد مننا لو كان في مكان فيه كاميرات مراقبة يشعر بالرهبة ويحسب حسابات كثيرة جدا لأن هذه الكاميرات ستكشف وتوثق أي خطأ يرتكبه فكيف بما هو أعظم من الكاميرات معية الله وعلم الله ونظر الله لو واحد انطلق من موضوع الكاميرات هذا سيفتح له آفاق في موضوع مراقبة الله لنا ولو واحد فكر وقال أنا أتحاشى تصرفات لأجل الكاميرا فكيف بعين الله لا تجعل الله أهوى للناظرين إليك ولو كان فيه مسجل يسجل كلام فالواحد يتحفظ لا تحسب عليه كلمة وممكن ترفع عليه فيها دعوة فكيف بالملائكة التي تسجل فكيف بالسميع سبحانه أما معية الله للمؤمنين إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما لما تبعهما سراقا قال أبو بكر هذا الطلب قد رحقنا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا لما أمر الله موسى وهارون أن يذب إلى فرعون قال ربنا إننا نخاف إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يتغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه ولا يخفى علي من أمركم شيء ناصيته بيدي لا يبطش إلا بإذني وأنا معكم بحفظي ونصري وتأييدي الله مع المؤمنين بحفظه وتوفيقه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك من حفظ حدود الله وجد الله معه يحوطه ينصره يحفظه يوفقه يسدده إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن الله مع المؤمنين ومن كان الله معه فلا غالب له إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ألقوا في قلوبهم القوة والجراء على عدوهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم أنتم الغالبون بمعية الله لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إنه معكم لكن هذه المعية الخاصة كيف تنال كيف نكون من أصحاب المعية الخاصة الذين يكون الله معهم بنصرته وتوفيقه أولا الإيمان الصادق اليقين نؤمن بالله ربا قديرا عليما سميعا بصيرا أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته وأن الله مع المؤمنين ثانيا التقوى وأعلموا أن الله مع المتقين أن نعمل الواجبات ونترك المحرمات ثالثا الإحسان إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون تعبد الله كأنك تراه هذا الإحسان رابعا الصبر إن الله مع الصابرين صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة رابعا الذكر يقول الله في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني كلما ذكرت كان معك ومن أيقن بمعية الله راقب في الخلوة والجلوة والمؤمن الأمين يخشى الله في السر والعلانية لأنه تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فيكون هنا ظاهر العبد كباطنه قال عبد الله بن دينار تلميذ بن عمر خرجت مع ابن عمر إلى مكة فاسترحنا في الطريق فانحدر علينا راع من جبل فقاله بن عمر أراع قال نعم قال بعني شاتا من الغنم قال إني مملوك يعني أنا غنمي ملك لسيدي فقال يختبره قل لسيدك أكلها الذئب قال الراعي فأين الله عز وجل قال ابن عمر فأين الله ثم بكى فأعتقه واشترى الغنم ووهبها له وقال كلمتك نفعتك في الدنيا أرجو أن تنفعك عند الله يوم القيامة من أيقم بمعية الله خافه ورجاه من أيقم بمعية الله توكل عليه واحتمى بجنابه يقول هود لقوم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم من أيقم بمعية الله توجه إليه ودعاه اللهم أنت الصاحب في السفر بالعناية والحفظ والرعاية والخليفة في الأهل تحفظ علي أهلي في غيابي ترعاهم من أيقم بمعية الله أنس بالله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ينبغي أن نربي أولادنا على معنى استحضار معية الله حتى يكون أول ما يقرع مسامع الأولاد معرفة الله وتوحيده وأنه على عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى أيها الإخوة والأخوات أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسابقة برنامج أيام معلومات كان سؤال الحلقة السابقة ذكر الله تعالى في سورة الحج صفة نحر الإبل التي تهدى إلى بيت الله الحرام فما الآية التي تشير إلى هذا والإجابة الصحيحة هي قول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فازت معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخت نوال علي عبدالله أحمد من اليمن السؤال الثالث يشترط لصحة الأضحية أن تكون في الوقت المحدد لها شرعا فما وقت ذبحها؟ للمشاركة في مسابقة برنامج أيام معلومات حمل تطبيق أيام معلومات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة يعلن اسم الفائز يوميا جائزة المسابقة ألف ريال سعودي يوميا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق